لا أن إسرائيل تحاول أن تجر أمريكا إلى هذه الحرب فأظن أن أمريكا لا تريد الإنجرار لهذه الحرب إلا إذا كان أمن وجود إسرائيل مهدد فإن لم نصل إلى هذه المرحلة برأي المتواضع لم نصل إلى تهديد الوجود لإسرائيل ولكن إسرائيل مهدد ومئات الآلاف من الإسرائيليين بدأوا بالهجرة خارج إسرائيل والإقصاد الإسرائيلي هو الذي يعاني وإسرائيل غير قادرة على استمرار أكثر من 300 يوم في الحرب فإن هذه الحرب أطول حرب في تاريخ إسرائيل فإنها غير قادرة على الاستمرار وهذا يعلمه نتنياهو ويحاول أن يخلط الأوراق ليغير الأنظار ولكن الحقيقة هي أن إسرائيل تشن حرب عشرة أشهر الآن وهذا شيء غير قادر على تحديده طبعاً إذا كان الأمريكان لا يريدون الوصول إلى شعب فلسطيني الجبار ما زال متمسكاً بأرضه وهذا ما لم تتوقعه إسرائيل اشتركوا في القناة